مرحبا جميعا جاسر مصطفى ونو مور وخلينا نعرف اكتر مرحبا مروا فيديو هين حكينا فيهم عن اجابات الاسئلة اللي بتنحط فيه للشانل كان في منهم اسئلة مفيدة كان ممكن نستفيد منها وكان في منهم اسئلة صراحة كتير جنريك احنا ما ممكن نجاوبها كان فيه اسئلة اصلا بصراحة انا مشوفها او كومنتس اللي هي ما بتساعد للي حطها ولا بتساعدني انا احكي لك شو اجاباتها ولا بتعطي ابليتي للشخص اللي عم بوظف انه هو يقدر يعرف انه انت هو الشخص المناسب فخلينا نشوف شو عنا كمان اسئلة ثانية احنا ممكن نستفيد منها ان شاء الله على الاتشانل المهنة ادارة اعمال في شتى مجالات الحياة ترويج في شتى مجالات الحياة هذا الحكمش موجود هيك ما رح تلاقي شون ايش بتسوي ايش بتشتغل هات سؤال حلو انا درست حقوق وشتغلت في مجال المشتريات والمخازن هذا الجزء انا مش كتير بهمني ممكن الاقي شغل في بيت دوت كوم ولا لازم اكون متواجد في دولة قطر بليز ارجو الرد بيت دوت كوم بتساعد الناس اللي بدها توظف انها تلاقي مين الناس اللي انا ممكن اتواصل معهم اشوف هل هو المناسب ولا لا ضروري دي فنتلي يكون في عندك على بيت دوت كوم على لينكتين على كل مواقع اللي هكيت عنها في الفيديوز اللي قبل انك انت يكون في عندك اكاونتس عليها وتكون وتكون اكتف دايما هذه الشغلة كتير مهمة قبل ما تحاول انك انت تلاقي وظيفة هلا لما تحاول الدور على وظيفة دايما تحاول انك تدور انلاين قبل انها خارج بلدك يعني انطلعتك على دولة قطر مش سهلة يعني الناس اللي تحكيها الاجعة على دولة قطر مش كتير سهل الموضوع فيه تكاليف في فياز في اوتيلات تسكن فيها يعني الموضوع مش صحب هلا اخر خيار بتوصل له في البحث عن عمل اني انا بدي اروح على الدولة اللي انا بحاب ان اشتغل فيها اذا في عندك ناس تروح عليهم زيارة هاد اسهل شي لانك رح تقعد معهم رح تعيش عندهم رح تاكل معهم وتشرب معهم التكاليف رح تكون قليلة فهذا بنصحه انه يجي استعال بس تاخد اجازة من شغلك ما تترك شغلك خد اجازة من شغلك بدون راتب وتعال دولة قطر دور على شغل لقيت شغل مناسب براتب مناسب تترك شغلك هلا الناس اللي ما عندهم ناس يزروهم او ما عندك اصدقاء او كذا اذا في ناس تعرفهم في دولة قطر خلمهم يدورو لك بالاول لاجوا وصار فيه انتروفيو استعال اعمل انتروفيو او اعمل انتروفيو اونلاين او اذا شرط انك تيجي تعال يعني بيغيب عينك الله بتتغلب شوي بس ممكن تلاقي نتيجة هلا اذا كان اخر خيار انك تيجي على دولة قطر اهلا وسهلا في فيديوهات انا حكيت عنها شو المصاريف اللي انت ممكن تحتاجها في دولة قطر لحتى انك انت تقدر تعيش مثلا مدة شهر ممكن انك انت تعيش مدة شهرين انت سوء فانت تحسب قدي بدك اذا هذا الموضوع مناسب للك ما عندك مشكلة انك انت اخذ اجازة بدورات ما عندك مشكلة تصرف شوي على الموضوع ما عندك مشكلة تجي على دولة قطر بس خلي اخر خيار فاهلا وسهلا فيكم ان شاء الله بشوفكم كلكم في دولة قطر السلام عليكم انا حاصلة على ماسترز باللغة الانجليزية ممكن الاقي وظيفة في دولة قطر الشقيقة علما ان نشتغل في مدرسة بس انا مش بعرف ادور على مواقع واقدم ازاي اهلا وسهلا اول اشي كفير جريت انه معاك ماستر او معاك ماستر باللغة الانجليزية بتقدر تلاقي في التدريس ديفنتلي في المدارس وفي الجامعات الموجودة في دولة قطر وزارة التعليم والتعليم العالي العلاقات هادول الاماكن اللي بتقدر انك انت توصل لهم المراكز اللي بتعطي دورات ديفنتلي بتقدر توصل الآلم المدارس كتيرة ما بقدر انا عطيك اسماء كل المدارس لكن تقدر تدخل على موضوع أو على موقع التعليم العالي وانا حكيته في واحدة من الفيديوز اللي حكيت فيها ما المواقع اللي انت تقدر من خلال هتوصل للاماكن اللي انت تقدم لها وشو ال أصح Belize احضروا الفيديوهات القابل واحضروا الفيديوهات اللي رح تيج Fair å centres اعمل الانجليزية اللغة الانجليزية راح تعلمها في المدارس و راح تعلمها في الجامعات لانه معاك ماسترز و بتقدر انك انت تعلمها للناس بشكل عام جزاك الله خيرا اشكرك انا سوري احمل جنسية تركية و لدي شهادة جامعية ادب عربي هل هناك فرصة شهادة جامعية ادب عربي بتقدر ادرب زي ما حكينا في كل مكان اللغة العربية مدارس اما جامعات فانت بدك ماسترز و بدك بي اتش دي هلا الفكرة في الموضوع الجنسية التركية مفتوح لها البياز و سهولة الوصول لدولة قطر السوري ما معرف اذا راح تأثر عليك سنتو انه معك جنسية تركية لكن تقدر تدخل على الجنسية التركية هل لدي اميل ادرس او طريقة اخرى لتتكلم معك سير؟ نعم لدي اميل ادرس جاسرتركيجيسو.com عندي الفيسبوك جاسرم.مصطفى عندي الانستغرام عندي الواتساب رقمي موجود في كل مكان فتقدر تبعتولي بس بليز اللي بتأخر علي في الرد مرة ثانية لا تزعل لانه بس اما بكون مشغول او بكون في الشغل او بكون في اجتماع بكون بعطين محاضرة يمكن بكون نايمكن بكون باكل فما احد يزعل اذا بتأخر في الرد هذا سؤال كثير مهم هل يستحيل حصولي على فرصة اذا كانت الجامعة اللي تخرجت منها غير معتمدة في دولة قطر؟ ام انه هناك بعض الاستثناءات؟ هلأ انا كنت احكى عن موضوع اعتماد جامعتك في دولة قطر عشان تتعمل التصنيف كمهندس هلأ اشارات الثانية هاي مش مهمة هل اما اذا جامعتي مش معتمدة بقدر اعمل التصنيف؟ لا طب هل انا اذا جامعتي مش معتمدة بقدر اشتغل في دولة قطر؟ يس طب كيف انا ما اقدر اعمل التصنيف؟ هلأ الفكرة في الموضوع انه اللي بيعمل التصنيف خلاص مهندس في البطاقة وفي التصنيف هلأ الشغل اللي انت بيستصير معك انه ده ما اقدر تعمل التصنيف لوحدة من الاسباب الكثيرة الموجودة مثلا منها انه جامعتك غير معتمدة في دولة قطر اذا الجامعة غير معتمدة انت ما رح تقدر تصنف كمهندس فانت ما رح كون معك بطاقة التصنيف كمهندس ما رح نكتب لك مهندس او الوظيفة اللي فيها التصنيف فالفكرة في الموضوع انه اللي بيصير معك انه بس بتغير المسمى الوظيفة تبعك يعني مثلا في مهندسين تغيروا لدرافتمن مثلا او لرسام او لحاسب كمية او لمدير او لمبيعات او لوات افر فالفكرة هي بس في المسمى الوظيفة انه بدل ما كان مهندس تغير هل في تأثير لتغيير المسمى الوظيفة في البطاقة payas في مهن انها امتيازات المهندس في مهن's ما قلهم انها امتيازات المهندس المهندس يجب أن تقوم بالطبع لديها إمتينة hima المهندس يجب أن تتجرب رخصة قيادة إذا كنت أحد مهندسي عامل نجار فهذا كان مواضيع المهمة التي تضعها يمكن اجد شغل في قطر انا جنسي تركيه اي حدا من اجد شغل في اي مكان اي حدا ان يجد شغل في اي مكان اي حدا تعمل شو بتسويه اش نحكي لك انه فيه او ما فيه اخوي فرص عمل فيه فرص عمل للماما وشهادة جمعية معه توجيه ناجح كعمل او باع يس بس تحاول توصل للمكان لانت شو بتقدر تعمل تقدر تعمل تقدر تشتغل في البيع في المحلات في فرص السلام عليكم. أنا خريج شريعة و zwischen هل ممكن قطر الحساسي مثل 2000 أو 2000 يمكنك جهاز قطر حتى لو خريجوهر عليك حتى لو الخريج ستأ اور Blazde هل هي مفتوحة هذه الجنسية او لا فالفكرة في الموضوع انه الاسئلة الكثير جدا حاول انك انت توصل للزبدة المهمة اللي انا بقدر جاوب عليها ارجوك اخي انا متحصل على السنس في التجارة الدولية ومتمكنة من الانجليزية ويوجد هل يوجد فرص عمل في هذا المجال كل مجالات فيها فرص عمل بس انت بدك كيف توصل لهذه الفرصة خوية او اخوية رحمة الوالديك انا من العراق وارد اجي اشتغل بقطر وما عنده مكاتب العراق والفيزا نطلبها تجينا مرفوضة وين نروح كلنا بسجد على العراقيين ممكن تعرفني على عنوان حتى نتواصل ويا الله يرحم والديك للأسف في الفكرة في الموضوع تزويد الجنسية او تزويد الفيزا ما بتكون ان والله عشان الجنسية انا رح اعطيك فيزا ايش بتقدر تعمل عشان انا اعطيك فيزا هذا الموضوع شو تشتغل ممكن في صراحة عندي اصدقاء كانوا العراقيين موجودين في دولة قطر الوضع يمكن شوي صعب في الحصول على فيزا لكن الله يوفق الجميع سلام عليكم اخي يا ريت تفيدني معلومة انا عراقية واريد اقدم لجوء في دولة قطر يا ريت ترشدني ارجو انتظر منك صراحة موضوع اللجوء انا لا عندي اي معلومة رح حاول احصل على معلومات وامل فيديو منفصل فبليز كل اخواني العراقيين والناس اللي بتحاول تاخد اللجوء يعملوا سبسكرايب لالتشانيل عشان لما ينزل فيديو للموضوع عن اللجوء ان شاء الله رح احاول اني انا اخد معلومات عن هذا الموضوع اجمعها وان شاء الله سنعمل فيها فيديو منفصل سلام عليكم اخي العزيز انا ارغب بالعمل في قطر حبا في استراتيجية هذا حكيناه السلام عليكم عن مصري هذا حكيناه انا اروح اشتغل في قطر ساعدني حكيناه هذا كله حكيناه ايه هون هذا كثير مهم السلام عليكم اخي الكريم وشكرا لك على المعلومات وجزاك الله خيرا لهون شكرا لك وعليكم السلام واشكرك على هذا الكمنت الحلو انا مهندس معماري معتمل بلدية مقيم بقطر واريد ان اعرف ما هي الشركات التي تعمل بنظام البيم ارجرد انا تخصص بيم انا مهندس معماري وانا مصنف من وزارة البلدية والبيئة فهذا السؤال صراحة من الاسئة المهمة لكل المهندسين حط في بالك انه انه انت طيب يا سيدي خلينا نكمل قبل شوي فصلة الكاميرا لانه حميت كتير وانا عم بصور فكلنا واصلين عن موضوع المهندس المعماري اللي معه غريد اي من وزارة البلدية حط في بالك انت كمهندس اول متيجة دولة قطر وانت معاك اقامة وانت مهنتك مهندس المهم معاك شهادات هندسية انك انت تقدم على تصنيف المهندسين في وزارة البلدية والبيئة يو بي دي اي ها التصنيف المهندسين بعطيك من متدرب لسي لبي لأي لأكسبرت وعلى اساسه ممكن انك انت برضو انه الرواتب عندك تختلف ممكن المهنة اللي انت تشغيلها تختلف الاشياء اللي تصير تقدم عليها والمهنة اللي تقدم عليها تصير تختلف فالتصنيف موضوع جدا مهم اشكرك على هذا الكامنت اريد اعرف ما هي الشركات اللي تعمل بنظام البم الموجودة في دولة قطر صراحة في اكتر مشركة ما بقدر احصرهم كلهم في شركات استشارات هندسية اصلا تشتغل بنظام البم كيو عندهم تيم بيشتغل ريفت دايفرس عندهم تيم بيشتغل ريفت مين كمان الجابر عندهم تيم بيشتغل ريفت بيم تك هي بيم تك تشتغل ريفت في سبن دايمينشن تشتغل ريفت اللي هي الشركة اللي انا فيها حاليا في كمان اللهم اصلا على سيدنا محمد ايكم تشتغل ريفت اكيد يعني هدوها من الشركات اللي صراحة موجودين راح عامل ان شاء الله فيديو منفصل عن موضوع الشركات اللي تشتغل في مجال البم او اللي التيم تبعها بيشتغل بيم او اللي هي بيم باست كومبانيز ان شاء الله يكون مفيد يا ريت لو نعمل سبسكرايب عشان نقدر نعرف لما ينزل هذا الفيديو اللي بعده اخوي انا من ابناء قطاع غزة هل يوجد عمل في قطر عندي اصحاب كثير من غزة صراحة بس اللي معهم جواز سنتين هل اللي ما معهم جواز سنتين بقدر يشتغل في دولة قطر او يدخل ع دولة قطر صراحة انا آسف بس ما بعرفين معلومة رح حاول اجيبها ان شاء الله وحكيها بالفيديو زي جاي السلام عليكم ان الجار محترف من الجزائر متخصص في مجال ديكور المطابخ والمحلات العصرية اريد السفر الى قطر من اجل العمل هل من مساعدة من اجل تسهيل عملية السفر والعمل بقطر انا ما بقدر اساعد في تسهيل الوصول لدولة قطر انا بقدر احكي لك ايش الاماكن اللي تقدم عليها في هذا المجال دور في شركات المقاولات وشركات الفتاوت زي مثلا بروجيكس زي مثلا الجابر يعني الشركات اللي عندهم متيم اصلا بيشتغل وبقدر انه ينفذ هالعمليات ديكور مطابخ في محلات المطابخ في مثلا شركة اسمها خزانة يعني في كثير اماكن هلا اخي انا من سلطة عمان عندي خبرة في المخازن شو تنصحني حكينا عنه قبل هيك اخي انا حامل الشهادة الجمعية في التحليل الكيميائي من 11 سنة هذا كثير مهم هذا السؤال اخي انا حامل الشهادة الجمعية في التحليل الكيميائي من 11 سنة ما لقيت شغل ممكن تساعدني هلا الفكرة في الموضوع اصدقائي انا اعتدر ان ما مقدر ازودك في وضيفة لكن اللي عنده خبرة 11 او اللي عنده عفوا مدة تخرج من الجامعة قبل 11 سنة 10 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين وما اشتغل بالمجال تبعه فبليز انسى موضوع انك تشتغل في هذا المجال او يكون عندك استعداد انك انت تبلش السلم من اول درجة وتشتغلك لكن في 11 سنة اذا انت اشتغلت على اي شيء ثاني فانا بنصح انك انت تستمر في هذا الشيء اللي انت تشتغل عليه لانه انك ترجع تشتغل في تخصصك اشي كثير كثير صحب انك انت تيجع لي انا مثلا صاحب شركة تقولي انا مهندس معماري اتخرجت قبل 25 سنين او قبل 15 سنين او قبل 15 سنين او قبل 8 سنين وما اشتغلت في مجال الهندسة وابدي اشتغل انا بالوقت اللي بيوظف في بيكون عندي تاسك سبيسيفيك بالديناس تقدر تعمله انت المشكلة مش انك انت ما بتشتغل يعني مش انك انت حدا منيح وش منيح الفكرة انك انت ما عندك قبلة تسوي التاسك المطلوب فاذا انت تخرجت قبل فترة كثير طويلة ما عندك استعداد انك انت تبلش السلم من اوله فبليز اشتغل في الاشي اللي عندك انت خبرة في انك انت تعمله وبالتوفيق سلام عليك اخوية الباس عليك بغيت تساعدني نيجي يلا قطر صديقي ما بقدر اني انا اساعدك بهاي الطريقة انا بحكي لك شو التبس والتريكس واشو اللي بتحتاج تعمله عشان تقدر تقدم على وظيفة او شغل او تتيجي قطر وتفتح شغل بس اني انا اجيبك ما را قدر سلام عليكم اخوي العزيز انا عراقي الاصل ساكن في هولندا من سبع عشرين سنة وحاب اعمل في قطر ممكن اتواصل معك اذا ممكن تحياتي لتواصل معي في اي وقت اصدقائي وان شاء الله اقدر اساعد الكل هذا حكينا عنه هذا كل ما حكينا عنه اخي انا لاعب كرة قدم انا حاليا في دولة قطر وين اروح وروح عن نواد رياضيين اخي هل شرط العمل يجب ان يكون هناك خبرة وليما معه خبرة بيقدر يلاقي شغل ام لا ارجو التوضيح حكينا عنه هذا السؤال قبل هيك انه بتقدر بس الفرص اقل وانك انت لازم عليك مسؤولية عالية انك انت تقدر تثبت حالك طيب هذا حكينا سلام عليكم انا مدرب كرتين دولي هل مناح اي العمليات في قطر ملحوظة انا مصري وشكرا اخي الكريم في عندي اطلاقات كثير مصرية موجودين يمكن هلا في صعوبة شوي في انك انت تصدر فيزا للشعب المصري او لشخص مصري لكن الله يفرجع الجميع وتنحل كل الامور ان شاء الله وترجع الامور لمجاريها مدرب كرتين زي ما حكينا اي اشي رياضي هل يوجد عمل في مجال الترجمة المتخرج جديد من ماهد الملك فهد اي متخرج جديد بقدر يشتغل لكن زي ما حكيت ضلك تحاول توصل للمهنة لو توصل للمهنة تثبت حالك لما تثبت حالك ترضى براتب يمكن شوي اقل من المفروض انك تاخده اذا قدرت انك انت تاخد راتب احسن فهذا اشي كثير انا ببسطتي لكن هذه هي المحددات صراحة الموجودة في السوق مشتركة من الجزائر شكرا اخي على المعلومات هل يجب ان تتوفر فيها شرط الخبرة او فيك شرط الخبرة لثلاث سنوات او ليس الكل او تعتمد او لا تعتمد على هذا الشرط هل ممكن اتواصل معك على الفيسبوك من فضلك اي حدا بدي تواصل معي اهلو سهلا بتشرف بالجميع هل شرط الخبرة ثلاث سنوات لازم لكل حد تشتغل الشرط مش موجود الاحسن يكون في خبرة عشان انت لما توصل للبوزيشن توصله بثقة وانك انت تطلب الرقم اللي انت بتحس انه بريحك وعشان لما تاخد راتب تاخد راتب الاحسن اللي المفروض نعطى لهذا فالفكرة انه احسن يكون في خبرة هل مطلوب جزما شرط ان يكون في خبرة لا هل يوجد عمل في مجال انجليزك او مترجم اصدقائي ارجوكم 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 الكمنتس اللي بهاي الطريقة ما في الها جواب الا انه يس اوكي يعني اي شي في مجال عمل يعني هل تتوقع في دول ما فيها مجال عمل لا استاذ يعني ما وما في احصيات يقول يجوا يحكو لك في الدول مثلا خلص اليوم سكرنا كل الانجليزي او كل العربي او كل العلوم فل لا ما في مثل هيك الفكرة انه في موعد تقديم سبيشيلي للتعليم اذا كان مع الحكومة في موعد تقديم معينة بدك تقدم فيها عشان تقدر انك انت توصل للبوزيشن اللي بدك ايا السلام عليكم اخي العزيز مشكور على المعلومات انا مهندس ميكانيكي الجزائري عندي خبرة عامين ممكن معلومات اكثر بالتدقيق على توثيق الشهدات والهيئات مفروض اختم هذا السؤال جدا مهم بيسأل عن موضوع ايش الورق اللي لازم يجيبه معه ايش الورق من وين يصدق من وين يختم ولما يجي على دولة قطر هذا الفيديو حكيت عنه بالتفصيل هذا الموضوع في واحد من الفيديوهات نزلت على التشانيل ان عمل عن هذا الموضوع عن تصديق الاوراق المطلوبة في دولة قطر لما تيجي فياريت لو تحضروا اصدقائي للمرة المليون واضح انه في عنا مشكلة في متابعة الفيديوهات ارجو انه نعمل لايك نعمل سبسكرايب للتشانيل نعمل انابل الانتفكيشن بيل عشان انت تقدر يوصلك اشعارات في كل فيديو بينزل والعنوان اللي بيجبك سوف تدخل عليه وانا بحكي كثير عن موضوع الوظيفة التوظيف المطلوبة الوزارات وعوائل اخره اعمل لايك وشير حتى ينتشر الفيديو لانه كل ما كان فيه لايك اكثر وشيرز اكتر بينتشر الفيديو بطريقة احسن للشانل وفيه كثير ناس اكثر تستفيد من هذا الموضوع حط لي في الكومنتس ايش الاشياء اللي بتواجهها اللي ما بتعرفها اللي صعوبة بس بشكل دقيق يعني ما تعطيني سؤال جنريك هذا السؤال كثير حبيته في عندي فيديو بحكي عن هذا الموضوع السلام عليكم انا محامي بس لا توجد لي خبرة كبيرة لاني متخرج من سنتين هل يوجد عمل متوفر ارجو الرد انا شوف اتياس في محاميين بس المشكلة هم بطلب خبرة اكبر ممكن يعني مش صعب لهون خليني اوقف لانه الفيديو صار كثير طويل ان شاء الله في الفيديو جاي رح اعمل احاول اجاو كمان على اسئلة اكثر من هذه الفيديوهات واللي عندو اسئلية حط لي كمان الاسئلة في الكومنتس بس حاولوا الاسئلة تكون اكثر اكثر عشان اقدر اجاوب بطريقة اكثر ايش الاشي اللي بهمك انت كشخص عم بحضر الفيديو ايش الاشي اللي انت بدك اياها ما حدا يحط لي بدي شغل في دولة قطر ما رح عطيك شغل في دولة قطر انا رحكي لك كيف تقدر توصل للشغل في دولة قطر وانت عليك تحاول وتقدر توصل اعمل لايك اعمل شير بليز اعمل سبسكراب للشانل حتى توصل للشانل الاكبر عدد ممكن انها بساعد للشانل انها تنتشر الناس اللي ممكن تسلو المفيديو بعتلهم هذا الفيديو اذا عندك اي اسئلة او اذا في عندك كومنتس انك ممكن تساعدنا بهذا الموضو فب بليز حطها في الكومنتس واحكو لي ايش الاشياء اللي بتواجحكم للناس اللي حاولوا يوصول دولة قطر ايش الناس اللي مخوفتكم للناس اللي ما حاولوا يوصولوا شكرا لكم بشوفكم فيديو جديد ونومور جديدة ومع السلامة